نطلع نشوف المؤتمر الصحفي لريني فيلر المدير الفني لنادي الأهلي وماذا قال بعد نهاية هذه المباراة وفوزوا بثلاثة نقاط وتصدروا لهذه المجموعة وأيضاً إخوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي النجم وهزمته اليوم من النادي الأهلي نطلع نشوف هذا المؤتمر ونرجع نكامل معه لنبدأ بداية المدير الفني أنا أريد أن أتحدث عن تصوير فني فقط نبدأ بداية المدير الفني مجرد الفني بين الأهلي والتوالي في تونسيا المواد كانت 1-0 بالتصوير للأهلي سوف نبدأ بمعرفة بعض المساعدات عنهم على المشاهدين على المشاهدين كيف يعتقد أن المشاهدين على المشاهدين على المشاهدين sozusagen مبدأ أحبอก هانا صعداء لا يتساعدون كما منه กه انه رجل 갔ة بدا es الطتح النار اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الاشتركوا في القناة وأ tento أنه لا يلغهo بكثيره ولكنясen1 لشيء بأنه وجبه فضلك ومليل والريتات يسوح يس substantive المباراة هي ليست سهلة المباراة كلها صعبة المباراة القادمة لابد من العمل من الآن في مباراة اليوم هناك شيء إيجابي ونعمل على تطويرها لابد من العمل والتركيز للانتصار وتحقيق التأهل لأنها مباراة التأهل للدور القادم طيب هو مساء الخير في البداية أنا عندي سؤال بس المستر ريني طبعا ألف مبروك على الفوز النهاردة واللي هو كان فوز صعب على فريق زي النجم الساحلي بس خليني أسأل حضرتك سؤال مهم وده احنا كنا شوفنا التغير الحصن بين الشرط الأولاني والتاني لأن فريق النجم بدأ يمسك كورة أكتر بدأ أن هو يستحوز على مساحات أكتر من الملعب وبدأت لعيبة الأهلي برغم طبعا الأداء وأنه كان أداء رجولي منهم ولكن بدأت أن فيه مساحات تتوجد أكتر بدأ يبقى علينا فرص أخطر وهل أفشى كان وجوده ولو كان موجود في الملعب هل ده كان هيأثر بشكل أنه لاعيب بيقدر يتحكم كصانع العائف في الملعب ولا لا ده السؤال الأول ترجمة نانسي قنقر أنا لا أتكلم عن أعيبة الأهلي بكاررة يحبش أتكلم عن أعيبة بشكل فردي اشتركوا في القناة ايضا فنحن عارفنا الطيبة لعب لكي عملي ومشيط كبيرة معانا ويقدم اداة كويس طبعاً بس انا بحيبش اتكلم اقول لو كان بيلعب كانت اهلا حيحصل وأنا محبش أصلا في مؤتمرات صحفية الكلمة العيبة بشكل فردي بحيب الكلمة العيبة بشكل جمعي ترغب أن تتبع المحبش أصلا في هذا المباراة سبباً ما الذي تبيع التساريخ الديو؟ بالنسبة لي هناك معطيات بحسب السيئ المباراة هذا مرش ومتعمل حياتك تخضلت وقلت فريق قوي ونحن نحن نحن نضغطين كبيرة ونحن نحن نحن نتعادل ونحن نحن نعود ويرجعون حتى بنقطة من المرش لطبيعي المدين في الأجمية ذا دي فدبعا ده فيه حاجات متغيرات بتحسر في المباراة بتغير الشكل اللاعب من شروط الأول لشروط الثاني أو من الفترة لفترة تانية بناء العلقة دا وبناء العلنتيجة شكرا شكرا